اكدت منظمة هيوم الرايس واتش مجددا ان السعودية تستخدمت ذخائر عنقودية امريكية الصنع قرب مناطق ماهولة بالمدنيين في اليمن وفي بلاغ صاحفي طالبت هيوم الرايس واتش الولايات المتحدة بالكف عن انتاج ونقل الذخائر العنقودية التزاما بالحظر الدولي على هذه الاسلحة واشرت الى ان قواعد التصدير الامريكية التي تعتمد على معايير موثوقة الاسلحة لم تحل دون بيع الذخائر العنقودية للسعودية ما عرض المدنيين للخطر على المدى البعيد واوضح مدير قسم الاسلحة وحقوق الانسان في هيوم الرايس واتش ورئيس تحالف الذخائر العنقودية ستيفن غوس ان الولايات المتحدة باعت لسعودية ذخائر عنقودية وهو سلاح رفضته اغلب الدول بسبب الضرر الذي يسببه للمدنيين واضافها على السعودية الكفة عن استعمال الذخائر العنقودية في اليمن واية اماكن اخرى وعلى الولايات المتحدة ان تكف عن انتاج وتصدير هذه الاسلحة هذا واصبحت القنابل العنقودية التي اسقطها الادوان على مختلف المناطق ومخلفات الحروب تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين اذ استشهد واصيب العشرات من المواطنين في مختلف المناطق مخلفات العدوان كنابل عنقودية وكذائف تظل مخاطرها مستمرة تهدد حياة المواطنين في المحافظات حجة احدى المحافظات التي لها السهم الاوفر من كذائف وكنابل طائرة العدوان السعودي التي اسقطها في مديرية المحافظة وانتجرت بعضها فيما البعض الاخر منها كنابل موقوتة تتربص بالاطفال والمواطنين تم اسكاد القنابل العنقودية على مساحها هذه بالكامل في الظهر على كلام المواطنين انفسهم وصار ضحيتها 36 نفر ما بين قتيل ومصاب ومنهم من فقد بصره المناطق الحدودية ابرزها حرض وميدي تعرضت لكصف هستيري وغارات جنونية من طيران العدوان وتصدرت المرتبة الاولى في تعرضها للقنابل العنقودية وتلتها العاصمة صنعاء التي ما تزال اثار هذه القنابل موجودة في بعض الاماكن التي طالها الكصف هذه المخاطر قبلت بدورات تدريبية مختلفة كان اخرها تدريب لثلاثة وثلاثين متدربا نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام حرصا على تثقيف المجتمع بخضورة المتفجرات ومخلفات الحروب في ست مديريات من محافظات صنعاء اهمية هذا التدريب وهمية استهداف هذه المحافظات انها اول مرة تستهدف خولان وجحانة واطيال وسنحان وبني بهلول وبني مطر وبني حشيش لانه كثرت فيها الغرات الجوية كثرت فيها مخلفات الحروب وسمعنا اكثر من حادثة فيها واصبح الناس كثيرين تجميع هذه المخلفات ونقلها الى البيوت وهذا اصبحت مصيبة كبيرة على جميع الناس التوعية وحدها لا تكفي طالما وهناك الغام وكذائف وكنابل متعددة تتواجد في اكثر من منطقة ادت الى اصابة عدد من الاشخاص ووفاة اخرين كان اخرها في محافظة حجة التوفي وجورها اكثر من ستة وثلاثين شخصا ضربونا بخمسة ثلاثين صاروق في النهار وموضمها قناب الانبوذي واخر حاجة هذا القناب الانبوذي ما اتبينوش اوضي الحقونا والله الحرم حبهم فشقوهم في المعامل ضحايا هذه الالغام والمتفجرات يزداد يوما تلو اخر ويستوجب على المعنيين تكثيف جهودهم في التعامل معها لتجنيب المواطرين العواقب الوخيمة ومخاطر الموت مختار الخطيب اليمن اليوم